في كلمة له خلال اجتماعه بلجنة اعداد موازنة العام المقبل اكد رئيس الوزراء عدل عبد المهدي ان موازنات البلاد في ظل حكومته ستعتمد على فلسفة واضحة لكسب اكبر قدر ممكن من الانجازات على ارض الواقع مشيرا الى ان الموازنة ستحاسب الوحدات المالية على ما تنجزه وليس على ما تنفقه في الموازنة معناتها نذهب الى موازنة ارقام مصفوفات ارقام لا معنى لها ويتم التعامل معها خلال السنة بشكل اعتباطي لعنده مصادر ضغط يقدر ياخذ بعض الاشياء اما البقية ما يقدرون يحصلون وبالتالي الدوائر المالية ما تقدر تتصرب بشكل صحيح وسنة ورى سنة يزيد هذا الخلل مما يوجد عوائق اساسية امامنا حتى المخلص حتى لفاهم شغله يصبح عاجز عن اداء عمله حاولنا ان نصدى لامور كثيرة حتى نرجع نخلي الموازنة على سكة حقيقية لذلك نذهب وبدءا من هذه السنة ستكون بدايات موازنة المشاريع والاداء حيث تحاسب كل وحدة مالية على ما تنجزه فعلا وما ينفق لها فعلا عبد المهدي كشف عن وجود خمسة الاف مشروع متلك انعزين الامر الى قصور في تمويلها وتنفيذها وقال ان حكومته توصلت الى رؤية لتنظيم المشاريع المتلكة لان كل سنة احنا نخلي مشاريع ومشاريع طموحة جدا لكن لما نجي الى التطبيق نجد ان هناك دائما قصور في تمويل هذه المشاريع او في تنفيذها وبالتالي يصير عندنا هياكل متلكئة نصرف عليها اموال اندثارات الان بلغت خمسة الاف مشروع متلكئ قيمها مليارات الدولارات كلها متلكئة دعاوة كثيرة بيننا وبين المقاولين مشاكل بين دوائرنا ايضا وكل الحالة هذه حالة غير صحية الان توصلنا الى رؤية كيف ننظم هذه المشاريع المتلكية